موسيقى اعزائي السادة مشاهدين اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الطبي كونسولتو زي ما تعودنا معاكم كل يوم سبت متقابل معاكم الساعة اثنين للساعة ثلاثة على الهواء مباشرة عشان نناقش معاكم اهم واخر الاخبار الطبية المحلية والعالمية اللي حصلت في الاسبوع اللي فات وجزء التاني بتاع حلقتنا بنتناقش في موضوع من الموضوعات اللي انتو بتبعتوا عليه اسئلة النهاردة ان شاء الله باذن الله هيكون موضوع حلقتنا الموضوع الطبي هيكون خاص بتكوين الاملاح والحصوات للمسالك البولية طبعا زي ما شفنا احنا الشهر اللي فات ده كان فيه تقلبات شديدة جدا في ارتفاع درجة الحرارة وادى ذلك ان كتير من عندنا من الناس بدأت تشتكي بألم في الجنبين ألم في البول حرقان في البول وجود بعض الحصوات الرملية وجود بعض الحصوات الكبيرة تكون الصادية تكون الاملاح طبعا كل المواضيع دي كده ان شاء الله باذن الله هنتكلم عليها نقول اسبابها ايه ازاي بتتكون ازاي الاعراب بتاعتها ايه ايه التشخيص بتاعها الاشعات التحليل اللي بنعملها وفي الاخر ان شاء الله هنتكلم في العلاج ولو الوقت تسعفنا ان شاء الله هنبدأ نتكلم شوية عن المناظير والتفتيت والليزر والموجات الصادومية والحاجات دي كلها كده باذن الله طبعا اي اسئلة ليكو خاصة بالمثالك البولية في اي قطاع او اي جزء من المثالك البولية هيساعدنا جدا ان احنا نجاوب عليه في الجزء التاني من حلقتنا زي ما بنبدأ الاول بنبدأ بالاخبار المحلية عوض تاج الدين لم نرصد اي حالات لمتحور كورونا الجديد والطب الوقائي في حالة ترقب قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة ان فيروس كورونا منتشر من الفيروسات التي تصيب جهاز التنفسي وما زال موجودا حتى هذه اللحظة موضحا ان منظمة الصحة العالمية لم تعلن حتى الان انتهاء الوباء ولكنها قالت انتهى كحالة طوارئ واكد انه لم يتم رصد اي اصابات بمتحور كورونا الجديد ولم يصل هذا المتحور لمصر حتى الان ولكن هناك اصابات بكورونا من المتحورات السابقة وتابع هذا المتحور الجديد في كورونا منتشر في خمسين دولة ومصر ليست منهم ولكنه من الممكن ان يدخل مصر وقطاع الطب الوقائي في مصر في حالة رصد وترقب مستمر والجميع في حالة ترقب ويتم رصد اي متحورات جديدة وخصائصها قبل بس من انقل على الخبر التاني الناس بس تفهم عشان طبعا الكلام كان فيه لغات كتير هو الفيروس الكبير كله اسمه كورونا اللي هو كوفيد 19 اتحور منه جزء بعد مرور سنة او سنة ونص طلع منه نوع متحور جديد جزء منه بس اتغير شكله بقى اسمه اوميكرون او اوميكرون وده قعد فترة طويلة موجود حوالي سنة او سنة ونص في الفترة الستة شهر اللي فات دولة الدنيا هديت فيها وبقى ما فيش مشاكل للأسف طلع نوع جديد اسمه ايريس او اي جي فايف ده نوع جديد بردك بس هو ده جزء متحور من اوميكرون يعني في الغالب كله بيصب في ناحية الكورونا في الآخر طيب ايه الفرق بينه وبين اوميكرون انه هو انتشاره اسرع يعني لو حد تصاب ممكن العدد هيبقى كبير او الناس اللي هتتصاب بس اعراضه عبارة عن صداع غسيان اللي هو مل القيء الام في البطن بيبقى طبعا مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة والارتفاع ده بيستمر على الاقل من خمسة لسبعة ايام فالعربة وجيدة جدا اهمها الصداع والمل القيء والام البطن طبعا ممكن بيكون مع عطس او رشح مش في معظم الحالات فالتاني طبعا لو ماكرون كان اقل شوية في الحدة العرب بتاعته بسيطة والصابة بتاعته بسيطة انما الاتنين الحمد لله لغا حتى هذه اللحظة لم يسبب منهم اي وفيات احنا في مصر الحمد لله حتى هذه اللحظة لا يوجد هذا الفيروس في مصر الحمد لله وربنا يحمي وحافظ اللي موجود حاليا الاو مايكرون العادي والكورونا العادي والكورونا العادي حاليا بس عشان الناس تبقى واخدها بالها ممكن بيجي في الصورة ارتفاع في درجة الحرارة حرقان شديد جدا في البول وملك او غسيان وبعدها لما بنعمل تحليل البول ما نلاقيش صديد خالص ما نلاقيش املاح ده بيبقى درجة من او نوع من انواع الكورونا اللي بتصيب الجهاز البولي والجهاز الهضمي وبيبقى بتقعد حوالي برضك من خمسة لعشر تيام معظمها بتبقى الام شديدة جدا في المسالك البولية وجهاز الهضم نخش على الخبر التاني ان وزير الصحة بيقول حملة ميت يوم صحة قدمت اكثر من عشرين مليون خدمة مجانية خلال اربعة وخمسين يوم اعلن دكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان تقديم عشرين مليون وخمسمية خمسة وثمانين الف خدمة طبية من خلال حملة ميت يوم صحة منذ انطلاقها يوم خمسة عشرين يونيو الماضي وحتى سبعتاشر اغسطس في جميع محافظات الجمهورية ودع عبدالغفار جميع المواطنين الى التوجه لمقرات تقديم خدمة الحملة واماكن تمركز ريادات المتنقلة لاستفادة بخدماتها او طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن خمستاشر تلتمية خمسة وثلاثين اه برضك الموضوع ده مهم او بس عايز افاهم الناس فيه ان اي حد سنه فوق الخمسة وستين سنة وبيعاني من اي امراض مثلا بعد لا قدر الله عنده شلل عنده ضعف في جنبي من جنابه وما يقدرش يقوم عنده سرطانات عنده اي حاجة بس فوق خمسة وستين سنة بيطلب الرقم اللي احنا قلناه المرقم موحد وفعلا بيتتوجه ليه عربية بتعمل تحاليل واشاءات وكله في البيت ما بينزلش خالص وده ناس كتير طلبت وتوجهت لهم العربية وخدمة جميلة جدا وفي منتهى الروعة الناس العادية يروحوا جميع محطات المترو محطات التجمعات زي الجامعات المدارس النوادي هيلقوا قدامها عربيات وقفة بتعمل التحاليل دي بالمجان والاشعب المجان وزارة الصحة بتوضح آليات الوقاية من фيروس بي قالت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن اللوقاية من الإصابة بفيروس بي عن طريق التطعيم للأطفال حديث الولادة ويعطى للبلغين ممن لم يتلقوا التطعيم أوضحت وزارة الصحة والسكان أن التهاب الكبد الفيروس بي عدوة تهدد حياة الشخص المصاب بها وتعرض لمضاعفات خطيرة وتابعت وزارة الصحة والسكان أنه يجب الحرص على الكشف المبكر والمتابعة والعلاج بالمجان في العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد أيضا وزارة الصحة بتكشف خط التطوير مركز أورام دار السلام أكدت وزارة الصحة والسكان أنها سيتم تطوير مركز أورام دار السلام لها كنسبة مستشفى هيرم الأيام زمان وذلك لتحسين خدمات علاج الأورام للمواطنين حيث تهدف عملية التطوير إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الأورام في مصر وتلبية احتياجات القطاع الصحي تمشان مع رؤية مصر 2030 وأضاف عبدالغفار أنه سيتم تطوير البنية التحتية لمركز أورام دار السلام هيرمل إلى جانب تدريب ورفع كفاءة العنصر البشري والأجهزة الطبية بمستويات عالمية ليكون مركزا جاذبا للسياحة العلاجية ورفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمريض المصري من أخبارنا العالمية الصحة العالمية بتعقد مؤتمر عن دور الطب التقليدي لمواجهة التحديات الصحية عقرت نظام الصحة العالمية مؤتمر القمة العالمي للطب التقليدي بالهند حول دور الطب التقليدي والتكميلي والتكاملي في مواجهة التحديات الصحية ودفع التقدم في الصحة العالمية والتنمية المستدامة قال الدكتور تيدورز أدهام مدير عام منظمة الصحة العالمية أنه يمكن للطب التقليدي أن يلعب دورا مهما في تحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة وتحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالصحة التي كانت خارج المسار الصحيح حتى قبل الإضطراب الناجب عن وباء كورونا مضيفا أن إدخال الطب التقليدي في الطيار الرئيسي للرعاية الصحية بشكل مناسب وفعال وفوق كل شيء واستنادا إلى أحداث الأدلة العلمية يمكن أن يساعد في سد فجوات الوصول لملايين الأشخاص حول العالم بكده بنكون وصلنا لنهاية الفقرة الأولى اللي هي فقرة الأخبار المحلية والعالمية الخاصة بالمجال الطبي